تحياتي ريال مدريد جدد عقد كارلو أنشلوتي ريال مدريد قلب الطاولة على البرازيل اللي كلنا نتوقع انه منتخب البرازيل هيكون تحت قيادة المدربة الإيطالي شو اللي حصل وليش اللي حصل وهذا الشي مفيد أو لا هو موضوع حلقتنا ليش أنشلوتي غير رأيه بموضوع البرازيل مع انه بريستيج تدريبي خرافي انه البرازيل اللي هي تعتبر منتخب كرت القدم الأساسي اللي الناس بتحب كرت القدم كتير الناس بلشت تحب كرت القدم عشان البرازيل أساساً أو لاعبيها موافقة تخلي مدرب أجنبي يدربها وهذا شي ما صار من الخمسينات وهون كان القرار لأنشلوتي هون كان الاختيار لأنشلوتي ليش أنشلوتي بطل؟ لأنه ببساطة صارت مشاكل كثير في الاتحاد البرازيلي لكرت القدم وأيضاً زي ما بنعرف أنه رئيس الاتحاد البرازيلي اللي كان متفق شفوياً مع كارلو عليه قضايا ومجمد تماماً فالخيار اللي كان عند أنشلوتي نروع على البرازيل أصبح شائك أصبح فخ كبير فبالتالي غير رأيه الآن ليش ريال مدريد قرر يجدد عقده بهذه السرعة خلال هذا الموسم؟ واضحة الأمور الناس بتقول لك عشان اللي عملوا مع بيلنغام أو بعض التقارير اللي شفتها يعني باشي الناس تقارير الصحف إسبانية بتقول عشان اللي عملوا مع بيلنغام وفي الحقيقة أنشلوتي مش بس مع بيلنغام أنشلوتي مع ريال مدريد في الفترتين عنده نجاح كبير بتوظيف الصفقات في المرحلة الحالية تقريباً كل صفقة نجحت بنتكلم ألابا روديقر كمافينغتش واميني كلهم لاعبين صاروا مفيدين وممتازين حتى الصف الثاني من الجودة زي خسيلو وإبراهيم دياز بتشعر بفائدتهم وأطلق جونيور ولازم ما ننسى ذلك أول ما وصل وحتى لو ترجعوا على الفترة الأولى معظم الصفقات في عصر أنشلوتي كانت ممتازة وناجحة وقدرت توصل البيك تبحها بفترة من الفترات ولو نزلت مثل قريث بيل أو إسكو ما بعد ذلك لكن ربما تكون الصفقة الوحيدة اللي إله كانت مش ناجحة هي إيارمندي اللي جابه أول ما وصل لريال مدريد ولأنه الآن بيريز والنادي الملكي بده يدفع رواتب خرافية لكيليان إمبابي وممكن يدفع كثير لألفونزو ديفيز أيضا بده يضمن أنه هالمبالغ اللي حتنحطت بلاعيب بعقود طويلة الأمد تيجي مضمونة ما يصير عندهم صدمة مع إمبابي طبعا إمبابي لعب صعب تتصور أنه يفشل لكن منعرف أنه في صفقات خرافية في الماضي كشلت وبالتالي هو بده يضمن على الأقل أنشلوتي يحط إمبابي على الطريق الصح لأنه إمبابي استثمار لعشر سنوات وبده ديفيز يشتغل صحه وبده ديفيز يشتغل مع جونيور وفيه أمور كثير أخرى محتاج يكون هذا المدرب المهندس بالصفقات ثانيا الهدوء وهو سر أنشلوتي الكبير أو سر أنشلوتي الخارق فلسفة أنشلوتي في كرة القدم هذا الهدوء بيخليه يتعامل مع كل الأزمات سلسلة نتائج سلبية بظل هادي برجع الأمور تمام ظروف معقدة في المباراة تبديل واحد بغيره والإصابات اللي صابتوا كلها هادي وما سمعناها بيشكي أبدا وبالعكس كمل الأمور والفريق متصدر فهذا الشيء بيحبه بيريز ما في صداء أيضا أنشلوتي عمره ما دخل بصداء مع إدارة نادي بشكل علني أو حتى بشكل سري ما بيضارب ما بيعمل مشاكل وهو لمح إلى هذا الانسجام كسبب من أسباب تجديد عقده في تصريحه قال النادي شاف أنه في أجواء طيبة بيننا وعشان هيك قرر تستمر العلاقة وكان أيضا بيكمله بيشرح أنه العلاقة اللي ممتازة بيني كأنشلوتي واللاعبين هي سر الأداء الكويس فالهدوء الكبير اللي بيكون موجود بريال مدريد بفترة أنشلوتي شيء بيحتاجه بيريز عشان يقدر يدير مشاريعه الاستراتيجية يركز بملعبه يركز بكليان إمبابي ببساطة هل القرار صح أو لا؟ مش مهم بالنسبة لأبريز لأنه زي ما جدد له عقده بقدر يفسخ عقده لو الأمور ادهورت فنيا لكن على أرض الملعب من أول ما وصل أنشلوتي اللي بيعطيه هو المتوسط الممتاز لمدربين كنت القدم دوري أبطال مرة بروح بيجيب لك لقب هون لقب هون ومكمل الرجل بتحقيق الألقاب ويبدو أنه هالموسم الأقرب للقب الدوري نوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إستغرام وتيك توك وسناب شات والسلام عليكم ورحمة الله